اختتمت فعاليات الدورة الأولى للمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وذلك خلال شهر مارس الجاري بمشاركة متسابقين من مختلف محافظات الجمهورية تم الإعلان عن فوز 122 منتجا غذائيا من إجمالي 645 منتجا مشاركا ب51 ميدالية ذهبية و34 ميدالية فضية و37 ميدالية بورنزية كما اختتمت فعاليات المعرض التسويقي والتروجي اختتمت هذه الفعاليات المنظم للمشاركين في هذه المنصبقة وذلك بمشاركة مئة عارض